العشائر العربية بدأت بالتقدم بشكل خطير انتجاه القواعد الأمريكية بالقرب من الحدود العراقية السورية في ظل ترقب كبير للحملة أو للعملية أو للهجوم الإيراني القادم باتجاه إسرائيل الأمر تطور بشكل خطير خلال الـ 24 ساعتنا الماضية وتحدثت عن تفاصيل هذه المسألة العديد من المصادر المهمة مثل الواشنطن بوست والعربية الجديد والمرصد السوري لحقوق الإنسان وكانت اللقطات الأولى بهذا الشكل للاشتباكات يوم أمس من العشائر العربية بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية والمسألة لم تكن فقط اشتباكات لا أبدا بل هي عبارة عن عمليات تقدم للعشائر العربية في مواقع سيطارة قوات سوريا الديمقراطية وكان هناك العديد من القتلى والجرحى جراء هذه الاشتباكات التي هي لم تنتهي ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة العشائر العربية ببساطة تقدمت باتجاهه وبدأت تهاجم العديد من المحاور التي تأتي إلى شرق نهر الفرات في مواقع سيطارة قوات سوريا الديمقراطية هم تقدموا باتجاه البصيرة وهاجموا كذلك اشحيل وأيضا باتجاه ذيبان وأيضا هاجموا غرانيج وكذلك هجين هنا بهذا الاتجاه وهجين هي لا تبعد إلا مسافة 31 كيلو مترا فقط عن الحدود العراقية وهذا هو الذي استنفر الآن القوات العراقية بشكل كبير جراء هذه الاشتباكات العراق يراقب هذه الاشتباكات بقلق كبير للغاية وذلك بسبب تنظيم داعش الإرهابي تنظيم داعش بحسب خارطة Live View Map Syria يؤكد وتؤكد هذه الخارطة بأن داعش موجود في هذه البقع السوداء التي نراها لديه نوع من النشاط كذلك أيضا في نفس الوقت أن تنظيم داعش الإرهابي أيضا هناك سجون أيضا في مواقع قوات سوريا الديمقراطية وهذا يعني أي خلال أمني إن كانت في غرب نهر الفرات أو شرق نهر الفرات يعني أن تنظيم داعش الإرهابي سيشكل خطرا فجأة على الحدود العراقية وهذا هو سبب استنفار طبعا القوات العراقية وهناك لقطات لطبيعة التقدم القادمة من قبل العشائر العربية توضح بأن هناك فعلا رغبة بالتقدم باتجاه القواعد الأمريكية بالدرجة الأساس على سبيل المثال هذه اللقطة من أحدى المقاطع التي شاهدناها الآن نلاحظ أن هناك مجموعة من المقاتلين وأن هذه منطقة مستديرة هي التي يقوم هؤلاء المقاتلين بالمرور من جانب هذه المنطقة وكذلك هذه مساحة مفتوحة مزروعة كما هو واضح من لقطة أخرى من نفس المقطع نرى المقاتلين هنا بجانب خزانات للماء هذا خزان بمسافة خزان آخر المنطقة مزروعة وأشجار وهذا هو ممر كان هؤلاء المقاتلين يقومون بالمرور من هذا الممار وتلاحظ هنا نفس هذا الخزان الذي كان ظاهرا هذا هو الخزان وعلى مسافة ترى بأننا أمام جدار آخر بعد ذلك يتجهون هؤلاء المقاتلين كما شاهدنا في المقطع الأخير المصور يتجهون تجاه الجدار وبعدها يؤشر الشخص الموجود من ضمن العشائر العربية باتجاه المنطقة التي تأتي خلف أو قبالة هذه المنطقة التي يتواجدون فيها عبر النهر الفرات وأكد بأن المقاتلين الخاصين بالعشائر العربية هم متواجدين هنا عند هذه المحطة ومحطة للمياه أو ضخ المياه كما نلاحظ وهذه المنطقة قد سيطرت عليها العشائر العربية كما تحدث هذا المقطع أو في هذا المقطع وبالتالي إذا ما حاولنا أن نحدد هذه المنطقة سنلاحظ بأن المنطقة تتطابق مع حقيقة منطقة تقع إلى شرق الميادين كما نلاحظ ألا وهي محقان وبهذا الاتجاه تحديدا دعونا نتجه لهذه النقطة تحديدا وسنرى بأننا أمام مضخة للمياه وهي مضخة مياه محقان تحديدا هي التي تتطابق مع حقيقة الصور التي رأيناها وهي التي كانت تتواجد فيها أو يتواجد فيها مقاتلية العشائر العربية هذه هي اللقطة المتطابقة مع الصور التي رأيناها هذه هي المنطقة المستديرة التي نتحدث عنها والتي كانت ظاهرة أمامنا مساحة مزروعة تلاحظ هذا خزان الماء الأول وهذا هو الثاني وهذا هو الجدار وبالتالي هذا يوضح أن المقاتلين ساروا عبر هذا الممر ووصلوا إلى فتحة في هذا الممر ليلقوا نظرة عن ما هو أو عن التطورات العسكرية الجارية عبر نهر الفرات وعلى هذا الأساس هذا يوضح أن العشائر العربية فعلا قد تمكنت من عبور نهر الفرات بحسب هذا المقطع المصور ليعبروا باتجاه محطة ذخ المياه هنا بهذا الاتجاه وسيطروا عليها ومسكوا هذه المنطقة ومسك هذه المنطقة والاشتباك مع قوات سوريا الديمقراطية يعني أن العشائر العربية تحاول التغلغل في هذه المنطقة وهي منطقة ذيبان ولكن ما هو أخطر بهذه المسألة أن عبور العشائر العربية باتجاه هذا الموقع هو يوضح أن هذه العشائر تقترب من من؟ تقترب من قاعدة حقل العمر النفطي هذه قاعدة حقل العمر النفطي ولا تبعد هذه المنطقة إلا ما يقارب 7.44 كيلو مترا فقط أي أي بسط السيطرة على ذيبان من قبل العشائر العربية هنا يعني بأنهم سيكونون قريبين للغاية وخطرين للغاية على هذه القاعدة الأمريكية وللتأكد طبعا من قاعدة حقل العمر النفطي سترى بأن هذه المنطقة هي عبارة عن مساكن ولكن النصف الآخر هي قاعدة حقل العمر النفطي واضح هذا الأمر من المدفعية والأدلة العسكرية الموجودة طبعا على الأرض وهذا هو المطار الخاص بهذه القاعدة التي تنطرق منه طائرة الـ MQ-9 Reaper لتنفيذ كثير من العمليات في هذه المنطقة وكذلك العشائر العربية أيضا كانت لهم صورة توضح بأنهم سيطروا على منطقة البصيرة هذه البصيرة وأظهرت الصورة تماما بأن قوات العشائر هي موجودة عند البوابة هنا للبصيرة وهذه الصورة طبعا إذا ما حاولنا أن ندقق بها ستلاحظ أن هذا الطريق نوعا ما منعطف السيارة تأتي بهذا الاتجاه وترى بأننا أمام قوس وهنا نقطة مزروعة وسطية وكذلك ترى بأننا أمام مبنى آخر أيضا بهذا الاتجاه وهذه الصورة بالضبط كانت ظاهرة بهذا الشكل للعشائر العربية تلاحظ هنا الطريق نوعا ما ينعطف اتجاه السيارة كل شيء متطابق مع ما هو ظاهر وهذه النقطة ترابية وتلاحظ بأننا أمام هذا المبنى بالخلف هنا بهذا الاتجاه بالتالي هنا نلاحظ علم العشائر العربية وما يوضح أن هذه العشائر فعلا مسيطرة وقد سيطرت على هذه المنطقة بالكامل ولديها فعلا تقدم على قوات سوريا الديمقراطية على الأقل حتى لحظة التصوير الظاهرة هنا ولكي نفهم ما الذي جرى ولماذا الأمور اندلعت بهذه الطريقة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية هنا كما لاحظنا نحن أمام قاعدة حقل العمر النفطي وهناك قاعدة أخرى وهي قاعدة كونيكو تقريبا تأتي هذه القاعدة بهذا الاتجاه أو بهذه النقطة وهذه منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهي منطقة غنية للغاية بالنفط هناك حقول نفطية مهمة لذلك هذه القاعدة يطلق عليها قاعدة حقل العمر النفطي وهذه المنطقة المقابلة لها هي مناطق تواجد العشائر العربية كما هو واضح من خلال هذه الاشتباكات وكذلك هي منطقة لتواجد الفصائل المسلحة المقربة من إيران المتمركزة بشكل كبير في الميادين وكذلك قوات النظام السوري بالدرجة الأساس الأمور تطورت منذ منتصف العام الماضي عندما قامت قوات سوريا الديمقراطية بإلقاء القبض على أحمد لخبيل وهو قائد مجلسي دير الزورة العسكري بتهمة الفساد وبالتعاون مع النظام السوري وهو الأمر الذي أزعج قبيلة العقيدات وجاء شيخ قبيلة العقيدات إبراهيم الهفل لكي يقود العمليات القتالية ضد قوات سوريا الديمقراطية وجاءت فعلا العشائر العربية لتحقق هجمات باتجاه عدد من النقاط على سبيل المثال ذيبان أو حتى الطيانة وغيرها لكن قوات سوريا الديمقراطية كانت قادرة على صد هذا الهجوم وها نحن نعود لهذه العمليات مرة أخرى وعمليات التوغل التي نتحدث عنها إن كانت بهذا الاتجاه أو إن كانت على البصيرة بهذه الطريقة لتضع شكلا جديدا لهذه المنطقة ولا زالت طبعا المعارك مستمرة والتوتر مستمر هناك حضر للتجول في منطقة ذيبان والمناطق المجاورة لها مثل الاشحيل وغيرها وهذا الحضر التجول طبعا على المدنيين بسبب أن قوات سوريا الديمقراطية تحاول معرفة مدى التغلغل الخاص بالعشائر العربية المشكلة الآن أن قوات سوريا الديمقراطية اتهمت العشائر العربية بأنها تتعامل وتتعاون مع قوات النظام السوري لابل أنهم قالوا أن قوات النظام السوري شاركت في العمليات وساندت إبراهيم الهفل والعشائر العربية وقالوا واتهموا طبعا إبراهيم الهفل بأنه يتحصل على دعم من إيران من الفصائل المسلحة المقربة من إيران وكذلك أيضا يتحصل على الأموال والسلاح المطلوب وعلى هذا الأساس هو أعاد تنشيط نفسه من جديد وأعاد تنشيط هذه العشائر ليقوموا بكل هذه العمليات وقالت العديد من المصادر المحلية منها المرصد السوري أو غيرها ذكرت ونقلت بأن هناك ترددا لإبراهيم الهفل باتجاه دمشق وأن هناك تعاون بينه وبين دمشق استراتيجي وتحصل على ما يريد ولذلك هم يقومون بهذه لجمات طبعا العشائر العربية هي تنفي مثل هذا التورط أو هذه الترتيبات ولكن أيضا في نفس الوقت عشيرة البوشامل تحديدا وهذه العشيرة من قبيلة العقيدات ظهرت بهذا الشكل بلقطة مصورة حصرية من المرصد السوري لحقوق الإنسان ليقولوا ببساطة بأنهم مع قوات سوريا الديمقراطية وتركوا تماما وتبروا تماما وأعلنوا البراءة من هؤلاء المقاتلين الذين يقاتلون بهذا الشكل من ضمن قبيلة العقيدات وعلى هذا الأساس هم قالوا بأن هؤلاء المقاتلين الذين يقاتلون قوات سوريا الديمقراطية هم في حقيقة الأمر مدعومين من النظام السوري وهم يقفون ضدهم بالتالي هذه العشيرة من ضمن القبيلة هي التي وضعت هذه التصيحات بهذه الطريقة وهو الذي يثير الكثير من الريبة حول ما يجري هنا لأن إيران أساسا الآن بهذا التوقيت الحساس تريد مهاجمة إسرائيل انتقاما لإسماعيل هنية ونلاحظ هنا أن عملية التصعيد على القوات الأمريكية التي تأتي في سوريا الآن هي لا تأتي مباشرة على القوات الأمريكية لكن مناطق تواجد القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها القوات الأمريكية كذلك أيضا القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد كان هناك على سبيل المثال قبل هذا الهجوم عملية استهداف لمنطاد في قاعدة حقل العمر النفطي قامت الفصائل المسلحة المقربة من إيران بإسقاط هذا المنطاد وبعدها جاءت الفصائل العراقية من عملية استهداف قاعدة عين الأسد الضربة التي أدت إلى جرح سبعة من الأمريكيين المتواجدين في هذه القاعدة خمسة منهم من الجنود الأمريكيين وها نحن أمام العشائر العربية وهي تقوم بهذه الهجمات بهذا الشكل الهائل مع ضغط كبير لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة وهذا كله يوضح بشكل كبير بأن إيران يبدو أنها تعد المنطقة تعد لعملية تشتيت الطيران الأمريكي الحاضر بقوة اليوم F-22 Raptors وصلت إلى قاعدة العديد في قطر من أجل التصدي لأي هجوم قادم من قبل إيران باتجاه إسرائيل تشتيت الجبهات جعل الولايات المتحدة الأمريكية ترى العديد من الجبهات جبهة في العراق جبهة في سوريا العشائر العربية قوات سوريا الديمقراطية الفصائل المسلحة مقربة من إيران بينما إيران تستعد لعملية الانتقام لإسماعيل هنية ومرشح تماما أن كرمن شاه أو من الممكن أيضا لقاعدة تبريز أن تلعب أدوارا في الهجوم لأن هذه القواعد قادرة في حقيقة الأمر تحديدا كرمن شاه من العبور عبر الحدود العراقية السورية باتجاه الشمال وكذلك قاعدة تبريز بالتالي هذه القواعد وطبيعة الصواريخ تأتي باتجاه كل المناطق التي نتحدث عنها أن كانت قاعدة عين الأسد أو حقل العمر النفطي أو غيرها بالتالي تزامن الأمور يبدو مثيرا للغاية وكذلك أن جماعة الحوثي في اليمن قامت أيضا بإعلان حول هجوم تجاه سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل كما قالت الجماعة وكذلك باتجاه مدمرتين أمريكيتين نتحدث عن يو اس اس لبون وكذلك يو اس اس كول وكان هذا الهجوم القادم من قبل جماعة الحوثي باتجاه هذه المدمرات بعد أن قالوا بأن هذه المدمرات كانت تتجه وتقترب من المنطقة من شمال البحر الأحمر لتوفير الحماية لإسرائيل من أي هجوم قادم من جماعة الحوثي حاولوا مهاجمة هذه المدمرات يبدو كجس نبض من جماعة الحوثي قبل القيام بالهجوم وجس النبض يأتي لإنجاح على ما يبدو الهجوم الإيراني بالتالي ضغط في العراق ضغط في سوريا وضغط تجاه المدمرات يوضح لك بأن الهجوم لا زال حاضرا ومن الممكن أن يحدث ولا بد من الانتباه بأن إيران لم تتأخر أبدا عن الهجوم الذي من المفترض أن تقوم به أو عملية الانتقام خاصة وأنها عندما ضربت القنصرية الإيرانية في دمشق كانت الضربة في الأول من أبريل وجاء الانتقام الإيراني في الثالث عشر من أبريل إسماعيل هنيا قتل في الثلاثين من يوليو وها نحن الآن في الثامن من أغسطس أي مرت فقط تسعة أيام بالتالي الأمر ليس فيه أي تأخير من قبل إيران بل أن إيران تعد لعملية الانتقام ولا بد من الانتظار ومع هذه التطورات قد تعني أن هناك استعدادات كبيرة لهذا الهجوم وقد تكون هذه الاستعدادات أيضا تدرس بعناية من إيران كي لا توصل المنطقة إلى حرب إقليمية اشتركوا في القناة